السلام عليكم اليوم على إتر الحريق الذي اندلع صباح يوم الاثنين بأحد أجنحة الطالبة الذكر بالحيل جميعي لمدينة الجدار الذي أصيب على إتره أربعة طالبة بجروح متفوتة الخطورة حيث وصفت حالة اثنين منهما بالحريجة وهذه الجوج لخاطرهما واحد مسكين طالب ولد جرسيف وواحد ولد زايو الله يشفيهم هذا وبفضل تعليمات الملكية السامية وكدم جهودات السلطات وكفة أطر فسيتم نقل الطالبين المصابين بحروق بلغة إلى مستشفى المتخصص في علاج حروق بالضل البيضاء عبر مروحية خاصة إليكوبتر لتلقي العلاجات اللازيبة متمنيتنا بالشفاء العجل لطلبتنا الأعزاء وحصلت الحريق بالحيل جميع الوجدات تقدر بربعة وشترون صاب بينهم اربعة في حالة خطيرة شب حرق مهول في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بالجناح الخاص بالذكور في الحيل الجامعي لوجده المصادر قالت أنه تم إسعاف 24 طالبا وصابا حيث جرى نقلهم إلى قسم مستعجلات بالمستشفى الفرابي وتم نقل أربعة حالات في وضعية خطيرة إلى قسم مستعجلات بالمستشفى الجامعي محمد السادس جرى نقل اثنين منهم إلى مستشفى ابن روش بالدار البيضاء على متن مروحية الدارك الملاكي أو إليكوبتر وأصيب بعض الطلبة بحرق متفوتة الخطورة منهم من تعرض للاختناق والإصابة نتيجة تدفع أو القفز من النوافد يعني كانوا يحاولوا يهربوا مساكن مع السراجم وذلك إلى جانب ضغوط نفسية حيث أن منافذ الإغاثة كانت مقفالة ما دفع الطلبة إلى القفز للناجات من ألسنة اللهب وتجهل ملبسة اندلاع هذا الحارق فدعواتكم مع الطالب حسن بودهان بن قرسيف الذي أصب في حارق هذا اليوم بالجانع المخصص للذكور بالحيل الجامعي بالمدينة وجدة وقد جرى نقله بالمروحية إلى كازا اشتركوا في القناة